السيطرة على الإعلام هدف محمد بن سلمان كشف موقع سيليبريتي ناتورت الأمريكي المعني بأخبار المشاهير وأغنياء العالم أن أحد أهداف حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أخيرا على عشرات الأمراء والوزراء السابقين بذريعة مكافحة الفساد هو السيطرة على وسائل الإعلام في البلاد وأوضح الموقع في تقرير له أن من أبرز المحتجزين في فندق ريتس كارلتون في الرياض الأمير الوليد بن طلال الذي يملك شركات إعلامية ضخمة والملياردار الشهير صالح كامل والملياردار البارز الوليد الإبراهيم مبينا أن الأمر المشترك بين هؤلاء الثلاثة هو أن لديهم تأثيرا كبيرا في الإعلام السعودي حيث أنشأوا معا الشركات التي نمت وأصبحت أكبر شركات الإعلام السعودي وتشغل استثمارات الوليد بن طلال الإعلامية حيزا كبيرا في جملة استثماراته حيث يمتلك الوليد شركة الروتانا الإعلامية إحدى كبريات المجموعات الترفيهية العربية التي تضم إضافة إلى شركة التسجيلات الشهيرة شبكة من ست قنوات فضائية غير مشفرة إضافة إلى امتلاكه قناة الرسالة وحصته 49% في شبكة قنوات البيسي اللبنانية وكان الوليد قد أطلق شبكة قنواته الجديدة الإخبارية تحت اسم العرب في البحرين لكنها ملابثت أن توقفت بعد ساعات من إطلاقها لأسباب سياسية وبدغوط سعودية على الأرجح وسعى من دون جدوى إلى نقل مقرها إلى قبرص قبل أن يقرر إقفالها العام الماضي ولم تقتصر استثمارات الوليد الأعلامية على الوطن العربي فقد عمل على ملازمة أبطيرة الأعلام والأعمال في أوروبا فشارك روبرت ميردوخ إمبراطور الإعلام بحيث أصبح الوليد بن طلال يمتلك أسهم بقيمة مليار دولار في نيوز كورب التابعة لميردوخ الذي يحوز بدور حصة في قنوات روتانا كما يمتلك الوليد شبكة قنوات فوكس العربية بالشراكة مع فوكس العالمية التي يقودها ميردوخ وللوليد أسهم في شركة تايم وقناة CNN التابعة لها وحديثاً امتلك حصة في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي كما دخل في شركات مع عدد من أبطيرة الأعلام في أوروبا أما وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم المحتجز أيضاً في الريتز فهو مالك قنوات تلفزيون شرق الأوسط NBC وقناة العربية الإخبارية تعد NBC الآن أكبر شبكة تلفزيون ترفيهية عربية إذ تبث قنواتها في جميع أنحاء الوطن العربي وتحظى بنسبة مشاهدات واسعة وتضم مجموعة NBC حالياً شبكة كبيرة من القنوات تبث من مدينة دبي للإعلام منذ عام 2002 كانت قبل ذلك تبث من لندن إضافة إلى ذلك تضم المجموعة قناة العربية وقناة الحدث الإخباريتين الواسعتين الانتشار أما كامل صالح فيعد من أوائل المستثمرين السعوديين في المجال الإعلامي فكان أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي عرفت بالشركة العربية للإنتاج الإعلامي وقد بدأت شبكة راديو وتلفزيون العرب ببث إرسالها من خلال خمس قنوات عام 1993 إلى أوروبا والشرق الأوسط كما أنشأ قناة إقراء التي قدمت برامج دينية واجتماعية تتسم بالاعتدال الملك نفسه يمكن اعتباره قدبا للإعلام إذ إن أبنائه يرتبطون مباشرة بمجموعة عربية إعلامية كبيرة وهي المجموعة السعودية للأبحاث والتصويق التي تمارس نشاطات متنوعة تتراوح بين النشر إلى الإعلام الإلكتروني بل هي أعلنت أخيرا خططا لإنشاء شبكة أخبار مالية بالتعاون مع بلومبرغ وفي رأي صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية فإنما نشهده الآن يمثل عملية تركيز غير مسبوقة لقطاعات الإعلام والأخبار والترفيه في يدي شخص واحد